متابعين في كل مكان عبر قناة دبي الرياضية نجدد تعيب بكم قبل انطلاقة هذه القمة الوصل والاهلي عنوانها دورينا بخير دورينا بخير نعم الملعب يكاد يمتلع ناخرة كل المناطق ممتلئة بالمدرجة فقط المنطقة العازلة بين المدرجين انظروا إلى هذا اللون انظروا إلى هذا الاستقبال الشعارات الأعلام العنوين الحناجر التصوير الكاميرات الفلاشات كل ذلك من أجل صدارة الوصل واستمرارها في الجهة المقابلة من أجل عودة حامل اللقم مرة أخرى هاكد المشهد هاكد الصورة قمة البركان الأحمر يلتقي بالأصفر وجه الوجه هنا في الجولة التأسعة من بطولة دوري خريج العربي هنا في قمة ليما الوصل ليما الأهل في دكة البودلاء يا فابيو هنا في هذا هذه الأمسية التي يديرها عادل النقبي ويساعدك كمساعدة أول خميس فيروزو مساعد ثاني حسن الحمادي كل التوفيق لطاقم تحكيم هذه المباراة كل التوفيق للعبين في تقديم أدايا يليق بالقمة يا لها من أجواء يا لها من متعم يا لها من قمة في كل شيء ننتظر بأن تكتمل صورته في أرضية الملعب من أداء وفرجة وأهداف كيف الأم ومفاتيح اللعب موجودة نعم لما يغيف وجهان لا يبدأ بالنسبة للنادي الأهلي أحمد خليل وروبيرو والحمادي في مقدمة هجوم الروماني كوزمن الأهلي يأتي بوضع ليس بوضعه في العام الماضي الوصل يأتي بوضع يذكرون بوضعه في الماضي هنا نستمع إلى الصوت جماهر الوصل التي تعيش ليالي ليست كباقية ليالي جمهور الوصل في ملعب قمة في كل مواجهة وفي كل أسبوع تنتظر لقاء الوصل هنا السعادة الواضحة شف جماهر الوصل شف الحضور شف التواجد لسان حالهم اليوم اختار وحده من الثنتين وارحمني استعجل الوصل ولا استعجل الفرقة ولا استعجل الفرقة يعود الوصل مرة أخرى للكثير مما كان عليه يتواجدوا في موقعهم تعودنا بأن نشاهده عليه في صدارة الدوري بواحد وعشرين نقطة من ثمانية جولات صفرة عادل نقبي تعلن عن ضربة البداية الأهلي في المركز الخامس من رسيد أربعة عشر نقطة من سبع جولات الكرة الأولى طويلة وسهلا بتصل إلى ماجد ناصر يعرف المكان جيداً والصافرات هي تلك الصافرات التي تستقبله في كل مرة كان حارساً للوصل في ثنائية العلفين وسبعة شهيرة آخر بلقب بطول الدوري اليوم يزود عن مرمى الأهلي في السنوات الماضية ويريد أن يخرجها من هذا المكان بانتصار على فريقه السابق هيكاً يحاول الكرة بتتحول أذكر سادة المشاهدين بأن الوصل يبدأ في حراسة المرمى كالعادة راشد علي في خط الظاهر الزاء السالم وحيد اسماعيل عبد الرحمن علي عبد الله الصالح في خط الوسط حميد عباس حمد الحمد خليل خميز من ديزوب في المقدمة كايو وفابيو هذه تشكلة المدرب الأرجنتيني رودولفو بالنسبة لفريق الوصل بينما كوزمين الروماني يبدأ للأهلي كالعادة ماجد ناصر في خط الظاهر صنقورو كونول وليد عباس هيكل في خط الوسط اليوم تلاثيم لأنها لأول مرة يبدأ فيهم خميز اسماعيل حبيب الفردان وماجد حسن وأمامهم اسماعيل حمد روبيرو أحمد خليل اليوم بينما الوصل ليبدأ في غياب حسن زهران وعلي سالمين يتلقى ضربة مجعلان بإصابة خليل خميز في الدقيقة الأولى جمهور الوصل لا ينتظر إصابة أخرى لا ينتظر غياب آخر يعلم بأن علي سالمين واحد للعبين المؤثرين وأن حسن زهران من الأساسين في تشكلة المدرب رودولفو يتمنى بأن لا تبعثر التغييرات في تشكلة المدرب اليوم وفي أداء الوصل دقائق أولى اشتراك شف اللقطة خليل خميز عبدالعزيز هيكل والخطأ بعد ذلك واللعب يتوقف لكن الله على المدرج الله على الحضور الله على المشهد دورينا بخير نعم أقولها عندما تكون الصورة بهذا الشكل عندما يكون الحضور بهذه الكثافة عندما تكون الأصوات بهذا الارتفاع عندما تكون الرغبة الحماس المنافسة التواجد انظروا إلى جماهير الوصل ماذا تفعل وماذا تقدم فريقها يتصدر الملعب وهي تتصدر المدرج تبلأ المنطقة المخصصة لها بالكامل جمهوري الأهل هو الآخر يبلأ المنطقة المخصصة خليل خميز يتلقى تحية كبيرة بالروح بالإصرار يتصدرون الدوري قادمون من سبع انتصارات متتالية على ظفرة والنصر والوحدة والشارج انتحاد كلبة بن ياس والإمارات ديربي اليوم أمام الأهل وفي الجولة القادمة كلاسيكو أمام العين كل ما يفكر به الوصلوية ديربي الأهل وكلاسيكو العين أسبوعين متتاليين مهمين بالنسبة لصدارات الوصل بالتأكيد عمل فني رائع حتى الآن مستوى أجانب تلق المواطنين سجام تفاهم روح إصرار روح عالية فرحة كبيرة بالتأكيد ومنظرت لهم كرصة أيضا في بطولة كاس الخريج العربي هذا عن الوصل هذا عن الوصل ماذا عن الأهل يا ماجد خامس الدوري تصور هل هو هذا المكان الذي يليه إطلاقا قادم الخسارة من الجزيرة وتعثر أمام الضفرة لقاء يراه البعض بالنسبة للأهل أشبه بلقاء الفرصة الأخيرة النداء الأخير الخسارة بالنسبة للنادي الأهل اليوم ربما تعليم ضياع فرصة حتى وإن كان ذلك مبكرا لكن لأن الوصل سيبتعد لأن الجزيرة قد يبتعد لأن العين لديه مؤجلات سيصبح بعد ذلك بانتظار أن تتعذر الفرق لأكثر من جولة حتى يعود بأمال من جديد ولذلك لاعبوه يرون اليوم بأنها فرصة لتعويض التراجع الغريب والمحير في الجولات الماضية بالنسبة للأنادي الأهل لأيضا فرصة صعبة في بطولة كأس الخليج العربي أنها مباريات في كأس الخليج العربي متصدرا لكن باقي المباراة للنصر والشباب في حال فوزهم يتأهلان ويخرج من البطولة فريق لبدأ الموسي ببطولتي السوبر إماراتي مغربي ومسوبر إماراتي اليوم يريد أن يعود إلى الأهل السوبر مرة أخرى كنا طويلوا إلى الأمام آخر مباراة جمعة الفريقين في العام الماضي على ملعب النادي الأهلي في الدوري 1-0 وقتها أحمد خليل من كرات ثابتة على هذا الملعب 0-0 في العام الماضي وآخر فوز للوصل جنب الرباعية النظيفة التي كانت في العام قبل الماضي كايو هدف ليما هدفين جاظا يسجل في تلك المباراة واحدا من الأهداف الرباعية كرة من كنون أحمد خليل يريد الهرون الكرة لم وصلت الآن خليل وحانس المرمى راشد راشد في الموعد بداية سريعة جمس كاي حلوة مثيرة الأجواء أجواء مختلفة يا الله تبغي تشوف دورينا تعال ملعب الوصل حتى الآن السبع جولات تؤكد ذلك أو ثمان جولات لا نبالغ ولا نزايد الأجواء مختلفة تماما بالتأكيد الوصل يشعل الدوري بجماهيرهم يحرقه تماما جمهور الأهل اليوم بالرغم من تعذر طريقة يبلع المنطقة المخصصة للنادي الأهليم ويذكرون بحضور الجماهير الأهليم في العامين الماضيين كنا بتتحول الآن فابيو ليما ليما وقف ليما السيطر ليما بجانبا ميندز وسط لاعبين شوف دخول خميث شوف إصنعي للحماضي كنا بتتحول لسا ما تكلمنا عن التصريحات ولا عن الوضعيات لسا ما تكلمنا عن كثير من الأمور التي تسبق المباراة لمن يكون الحديث لمن يبدأ الكلام في قمة الوصل والأهلي في قمة النار في الدرب المهم في الدرب الكبير كنا بتتحول الآن خميث ماجد أسمع 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 كنا بتصل في مكان سليم وليد عباس خميث إسماعيل وليد عباس ست دقائق الوصل الآن يترجع فيما العضاء واعتمد على الكرات المرتدة حذر بتأكيد لا أحد يريد أن يتلقى هدف مبكر فريق الوصل وحاول الآن عن طريق فارد وليما وكايوم عن حكم ماذا يقول عادل النقبي يشير إلى استمرار اللعب كايو لا يجبه القرار كايو في اللقطة الماضية كايو في اللقطة الماضية يحتج احتجاج كبير على حكم المباراة عبدالة صالح بيه بعد الكرام كنا بتصل بالتجام ينزل كايو اللي صرح ولي تحدد إذا نسؤل عن مسألة تسجينة في المباراة اليوم قالها بالحرف الواحد أي مهم أن يفوز الوصل أتمنى أن يفوز الوصل فابيو ليما بغض النظر عن من يسجل هكذا يتحدث كايو وهكذا الآن يقع في الصورة في اللقطة الماضية فابيو ليما خطالي مصلحة فابيو ليما على خميس إسماعيل كرام تنفذ بشكل سريع وحاول بالسرعة كايو أطول من اللاصل الكرام تتحول إلى خارج المرعب نضع المشاهد والمتابع في الصورة هذه القمة وهذا الديربي يحمل الرقم 86 يا رودولفو 86 هذا الأرجنتيني الذي يوجه الخطة بالتأكيد وينتظر تنفيذها من البرازيليين خليل بالكعب الكرام تصل في الجهة الوسرة حبيب الفردان يحاول طالت الكرام تحولت إلى خارج المرعب بين تماثم الديربي المواجهة بالأربعة والسبعين خمسة والسبعين أربعة سرين للأهلي وقتها آخر مواجهة واحد صفر للأهلي ماذا تدون يا كوزمن ماذا تسجب ماذا تكتب في هذا التوقيت من يكتبها للأهلي اليوم من يدونها لك اليوم ماجد حسن خميس إسماعيل حبيب الفردان ثلاثي في خط الوسط اليوم يشاركون كلعبي محاور أحمد خليل وحيدا في المقدمة بانتظار مساندة كل من إسماعيل حمادي وكل من روبيرو شايف خميسه ماجد على الدائرة وشايف حبيب في الجائة اليسرى كلعب خط الوسط في الجائة اليسرى روبيرو خلف أحمد خليل هذا الأسلوب وهذه الطريقة التي يفكر بها الروماني كوزمن بينما ماجد الآن وليد عباس آل أهلي هل يستجيب للنداء الأخير حامل اللقب هل يتذكر بأنه البطل هل يتذكر بأن هذا الموسم يؤدي إلى العالمية من يريد أن يصل مرة أخرى إلى العالمية للمرة الثانية هو والوحدة الذي سبق لهم تمثيلنا في بطولة كاسيان ديئة العالم عبر بوابة الدوري لأن العين والأهلي لم ينجحا عبر بوابة ياسيان وخسراه في عامين متتاليين نهائي دوري أبطال ياسيان سنتحدث عن ذلك لكن كرة لبداية الحديث أرغب ما قد تمتب كرة كانت مصنغور كرة بتتحولنا في نصر ما لعبت الجهة خميس إسماعيل يرسل كرة في الجهة يسر في مكان كونوون بدل أهلي يسيطر بدل أهلي يسيطر لاعبون جماهير الوصل تؤذر تشجع لاعبون يدافعون لديهم صدارة يدافعون عنهم أين كانت نتيجة مباراة اليوم لن يخسروا صدارة لكن هناك بعد ذلك مباريات مؤجلة ستكون بالتأكيد للأهلي مباريات مؤجلة للعين مع الأهلي مع الجسيرة نشاهد ونتابع هذه الأمور وهذه المباريات وهذا الجدول مباراة مؤجلة أيضا للجزيرة اليوم مباراة الوحدة والإمارات انتهت صفر صفر قبل هذه المباراة الشارجي العمى عبنياس في نفس التوقيت أذكر سادة المشاهدين الوصل 21 نقطة في صدارة الجزيرة 17 في المركز الثاني وعندها مباراة مؤجلة الشباب في المركز الثاني 17 الوحدة في المركز الرابع 16 الأهلي خامساً بـ 14 ولديه مباراة مؤجلة ويحاول الآن في هذه الكرة لكن العين في المركز الثاني بصر 11 نقطة وعنده ثلاث مباريات مؤجلة كرة بتتحول الآن في الجهة المنى هذه الحقيقة من الأعماق لكل جماهير الإمارة ولكل جماهير ممثل غرب آسيا ولكل جماهير ممثل العرب في بطولتي دور ابطال آسيا الخسارة القاسية آخر على هذه البطولة التي أدارت ظهرها ينفي عامين متتاليين كان الأهلي قريباً وكان العين أقرب في الوقت الماضي لهذه البطولة شهدها العين يخسر في النهاغي بعد أن كانت الأمور قريبة جداً لم يكن جومبوك ذلك الخصم الكبير حقيقة قدم العين مباراة لكن لم يكتب له الفوز هذا لك من الأعماق بإذن الله سنعود مرة أخرى يننافس على بطولة دور ابطال آسيا ونعود أبطالاً لكن كايو يريد وعادة الوصل بطلاً مرة أخرى يا رباً يا الله تهديد أول كايو يهرب عرفياً بينياً يا سلام يا ليما كايو هرب تصويب قوياً لكن ماجد يتصدى والكرى الماضية ربما تحولت إلى ضربة مرمى هذا كايو في الوقت اللي كنت أتكلم فيه عن مشاركة العين ومشاركة الأهلي لا أنسى أن أقول شكراً للعين وشكراً للأهلي شكراً لمن مثلنا بهذا التمثيل المشرف شكراً للفرق التي قدمت كل ما لديها ووصلت إلى النهائي شكراً لإداراتها شكراً لأجهزتها الفنية شكراً للاعبيها شكراً على هذه الروح شكراً لتماهيرها شكراً للعمل الكبير هكذا التمثيل المشرف نعم أردنا البطولة كنا قريبين لكن لم تكتم لنا سنعود سنعود مرة أخرى سنعود بإذن الله قريباً أبطالاً لبطولة ذوني أبطال آسيا عن من عن طريق من يريد أن يمثلنا في كل مرة تمثيل مشرب شكراً لمن يقدم للوطن هكذا تمثيل وبإذن الله سينجحوا في المرات المقبلة كلنا سقاً اقتربنا وسنقترب أكثر لماذا لا؟ لماذا لا؟ كونونا الآن بالنسبة للناد الأهلي يريد أن يقترب أكثر أفاكثر جماهر الوصل تريد أن تؤثر عليه الآن يحاول أن يصل بالكرة شايف الآن؟ ابتلال الكرة يحاول عضو من شفه يا جماعة عضو شيء عضو فوض الآن وشاهد كونونا بيرسل كرة عالية رأسية تأتي لكن الكرة بتتحول الآن إلى خارج المنع إلى خارج المنع أحمد خليل الذي فاسل بجائزة تفصل لعب أسيوي نحن اليوم ننتظر حصول عموري على هذه الجائزة مرة أخرى لعام آخر تمثيل لكن شوف كرة ليما شوف فروب كايو ماجد بيغطي هل استدمت بعد ذلك في كايو قبل أن تخرج هذه الكرة وهذه اللعبة تصدي ماجد تهديد أول الفرص ليست كثيرة في هذه القمة الحذر موجود طابع الكوس موجود الدربي بهكذا طقوس بهكذا أوضع لكن جمهور يطفي أجواء خيالية خيالية حقيقة على هذا الدربي حتى الآن الوصل بذكريات الألفين والسبعة وذكريات بضولات الدوري السبعة وذكريات الإنجازات التي لا تنسى من تاريخي هذا الفريق هذا النادي سبع دوري فينين كاس وحد كاس اتحاد بضول الخليجي نصف نهائي آسيوي تاريخ للوصل هنا في ذعبين ثاني أكثر الفرق حصولا على الدوري مع فريق النادي الأهلي بسبعة القاب اليوم يتواجهان وجها لوجه الوصل جماهين تتذكر هذه الحكمة تتذكر السنوات الذهبية اللي كان فيها الوصل إما الأول إما الثاني تتذكر فريقها الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري والشمس التي لا تغيب يا كوس تتذكر هذا الفريق الذي كان أول فريق إمارات يحصل على ميداليا آسيوي هذا الفريق الذي خرج منه أربعة لاعبين ويحققون لقب حدا في الدوري هذا الفريق الذي مر منه ماردونة بالتأكيد هذا الفريق الذي يعشق جماهيره تعشقه جماهيره بجنون هذا الفريق الذي سبق ونحصل على سبع مواسم متتالية قائد تقوى خط هجوم هذا الفريق الذي أخرج الفهد الأسمى وأخرج الزهري وأخرج المايسترو المفكر ناصر خليل صاحب الأرقام القياسية بـ 12 انتصال متتالية في فترة الثمانية الثمانين اليوم بسبع انتصارات متتالية هذا الفريق الذي له ما له وعليه ما عليه في كرة الإمارات اليوم يتصدر الدوري واليوم في محج واختبار حقيقي أمام الحامل اللقاء جولة فيها ديربي تليها جولة فيها كلاسيكو الأهل والعين أمام صدارة الوصل هل ستستمر هل سيمر من أمامهما أم أن الأمور ستختلف نشاهد وأنه تابع عبدالله الصالح والكلة فيها صافرة وخطأ صافرة وخطأ عادل النقبي يحتسر الخطأ طبعا الكل يعلم بأن الوصل قديما كان باسم زمالك يعني هذا ديربي كان ديربي أهل وزمالك أهل وزمالك اسمه عيلي يظهر أهو أحمد خليل الكرب تتحول إلى خارج الملعب رمية تناص لكن بنفس السخونة بنفس 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 الدقوز بنفس الرغبة الكبيرة في الفوز كوزمن ماذا يقول عن هذه القمة ماذا يقول عن هذا الديربي مباراة الوصل مفتاح والعودة إلى الدوري شوفي الكلام كوزمن يعلم كوزمن يعلم بأن الأهل تعثر في ثلاثة مناسبات وأن الدوري لا يحتمل تعثراً أكبر ولذلك اليوم يقول الوصل مفتاح وعودة الأهلي إلى الدوري لكن من يكون مفتاح الأهلي من يكون مفتاح الأهلي كنا بتتحول الآن من جديد في وسط الملعب عبد عزيز هيكل شوف الضغط من حميد عباس حميد عباس يضغط وليد عباس الآن يا السلام بهدوء مرور منتص كرة بتصر في الجات الأمة حميد صراع بدني دفوع بدني ضغط على حمل الكرة تعليمات تضييق المساحات شوف الكرة بتتحول إلى خارج الملعب رمية تماث رمية تماث تضييق المساحات نشاهد نشاهد رصور أسماعيل حمادي توجهات مستمرة من الروماني أولاريو كوزمن بالتأكيد وسط حضور هذه الجماهير والتشجيع المستمر والأجواء المستمرة في هذه القمة كلها بتتحول إلى في مكان بتتجاه رو بيرو سماعيل حمادي هرب ثلاثة الآن على ثلاثة حمادي بيعدي حمادي يتلاعب حمادي بيصوب يا رب يا حبيب إسماعيل حمادي طيب عشان اللي سواه إسماعيل شب مروره شب تقدمه شب مهارته هذي كيف تضيع كيف تروح الحبيب حبيب الفردان بيهدر كنا في النغطة الماضية لا تهدر أنا أهلي كان ممكن واحد صفر شكلها في المرمى حمادي سوا كل شيء لكن أهم شيء الفردان ما سواه ما سواه ما سواه صفر صفر استمرن فاعت من حبيب الفردان فاعت من الأهلي لفاعل وصل يتعرض في اللغطة الماضية لتهديد حقيقي كأيو صاحب فرصة الوصل الوحيدة الشوط الأول مستمر الأجواء المنطقة العازلة في المدرجات الآن تبدأ أيضا بالجماهير الملعب نقدر نقول عليه فل الآن فل لكن على الوصلاوية أن يتذكروا بأن البطولة في مدى قدرتك على التحمل لا تقول لي تعبت لسا الدوري الطويل اليوم أمام الأهلي المقبلة ستكون أمام العين الدوري والبطولة في مدى قدرتك على التحمل الضغطات مع كل جولة تزداد السماهير الحاضر التواجد التصميمات الشعارات الحضور التفهات الأعلام التواجد المناسبات المشاركات الآن في صافرة وخطم الآن في خطم عادل النقبي شوت سريع شف شكل الملعب وهو ممتلع شف الأجواء الكبيرة هنا في 20 دقيقة في ملعب الزعبيل شف دورينا كيف يكون لما الوصل يكون في القمة هذه الأقدام وهذا الدخول وهذا الاشتراك هنا في قمة البركان صراع الأقدام صراع الأقدام ماجد وفا بيوليبا من يصل لها أولا من يفوز بهذه النقاط الثمينة إما أن يعلن الأهلي عودته إلى الدوري أو أن يعلن الوصل بأنها أيام الإمبراطور الكرة الماضية شف الحمادي شف مرورها شف سقوط المدافع في اللغة الماضية شفها يا السلام يا الحمادي قال نقول قال نقول شف اللغة شف الكرة على خط الستة هذه لو تنعادلة ألف مرة يسجلها ألف مرة ضاعت يا حبيب الفردان ضاعت الكرة الماضية الآن في اللغة الماضية نكتفي بالفردان نكتفي بالفردان ونخلي حبيب لأن في اللغة الماضية في اللغة الماضية ما تصرف تصرف حبيب الجماهير هالكرة بتتحول إلى خارج الملعب رمية تماث ميندز والكرة الآن روح رياضية وإبعاد والكرة إلى رمية تماث عطلنا الجمهور يا فونسو كوزمن روماني في مواجهة الأرجنتيني سامعين بيلعب لكرة في رصة الملعب كونون يبعدها كونة بتعود الأن في الجاتل منها في مكان سليم الكونة بتتحول إلى الأرض تقلات إلى خليل خميس وصلوا ويا محاول المرور الهزاع خطف حبيب الفردان روبرو الله المرور هذا روبرو هذا روبرو لكن يا سلام هزاع 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 أني فقد الكرة رجع لهم رؤية كبيرة زائد سرعة هزايد يبعد هذه الكرة شف القتالية شف القتالية ماذا تعطيك القتالية تعطيك الروح تعطيك بالتأكيد جهد أكبر طاقة أكبر لتلعب تصل اللعب عن طريق اللعب عملازي الصنغور في الجاتل يوسرا مباراة تلعب على الجسيات صعبة وتفاصيل صغيرة جدا وبالتالي الجانوش يهد هدف هزايدة في هذه المباراة خاصة إذا تأخر الهدف ممكن ممكن لا لكن الوصل اليوم هو أقف حتى الآن مع الأهلي صفر صفر في هذه المباراة الكرة الحقيقية كرة لكايو كرة كانت لحبيب كرة بتأود الآن من جديد عالمة أمامية خليل يريد الهروب خليل الكرة في الصفر وخطأ ولمست يد في اللقطات الماضية على أحمد خليل هذا أحمد خليل ارتقاه والخطأ كان واضح في اشتراكه في اللعبة الماضية مع عبدالله الصالح مشاهد ونتابع وجريات شوق المباراة الأول حتى الآن مستمرة الأمور والنتيجة السلبية في هذه القمة كرة بتتحول الآن فيها استخلاص للكرة والكرة بتعود الآن من جديد في مكان سليم بنتيجة مندز مندز يا السلام الله على خميس اسماعيل الله على دفاعات الأهل قطع للكرة مرتدة هذه خطرة هذه خطرة يعاقة واضحة خطأ واضح الحكم في اللقطات الماضية يحتسب بذلك كرة أصفر على وحيد اسماعيل انذار الآن لوحيد اسماعيل مباراة لا ننتظر بأنه شاهد من خلالها كروت صفراء وحمراء لكن طبيعي جدا طبيعي جدا بأنه شاهد ذلك وأكثر من ذلك آخر طرق في تاريخ لقاءة الفريقين لو تذكرون في هذا الملعب كان للاعب الوصل السابق إدقار لكن الآن انذار لللاعب وحيد اسماعيل أجواء مستمرة في شوط المباراة تلول في هذا الديربي وفي هذه القمة تعادل السلبي حتى الآن مستمر بانتظار تسجيل أول أهداف في هذه المباراة كرة ثابتة عن طريق اللعب خميس اسماعيل خميس اسماعيل المسافة بعيدة آخر هدف في لقاءة الفريقين كان من كرة ثابتة عن طريق أحمد خليل الآن كرة ثابتة خميس صحيح بعيدة شوي لكن مبعيدة على خميس خميس قوية تصطدم في الحال هالكورم تبعد تعود الآن من جديد 25 دقيقة وليد عباس في العملة كورم كنوا للأهلي بدل أهلي بدل أهلي لو عما نقدر نقول يعني يفرز مسلوبة يتحكم بالكورم يوصل متراجع يعتمد عن كرات المرتبة على انطلاقات فابيو وكايو لكن حتى الآن هذه الانطلاقات غير موجودة شف الأهلي هو اللي يهاجم هو اللي يبادر حاجة للفوس أكبر روبيرو سلم روبيرو حاول لكن كرات روبيرو ابتتخلص داود الآن هزا مبتوعة من ماجد وصلت إلى فابه ليمة الحكم يؤتي تحت الكورسة ليمة بيغير الاتجاه ميندز يبحث عن الاتجاه كايو ينتظر الوصول وينتظر كرة تصل ليمة خطفها روبيرو عبدالله الصالح سهل الكرة تصل إلى ماجد سهل الكرة تصل إلى ماجد 0-0 هذه النتيجة أخر مرة في الموسم الماضي اليوم ما ننتظر حقيقة فريقين كرة تصل الآن بتجي أحمد خليل حاول المرور عرضها خليل لكن الكرة مقتوعة بعد ذلك من وحيد إسماعيل وحيد إسماعيل قاد الوصل وكبتن الوصل في أرضية الملعب يبعد الكرة إلى خارج الملعب شوت أول تقدر تكون شوت سريع شوت أول حتى الآن ما فيه فرص حقيقية أول ضرب ركنية للأهلين ما فيه ولا ضرب ركنية للوصل شوت أول حتى الآن مغلب من يفتح الشوت الأول ويفتتح التسجيل عرضية من روبيرو الكرة بتتحول بعد ذلك إلى حارس المرمى راشد علي لكن أجواء الجماهير تغضي حتى الآن على متعة الشوت القليلة نقدر نقول شوت تكتيكي ما فيه مساحات كثيرة ما فيه فراغات ما فيه تسويب من خارج منطقة الجزاء وهذا أمر مطلوب بالتأكيد ما فيه تقدم حقيقي بالنسبة لأطراف الوصل ومسندة كافية وعدد كافي ما فيه كرات مرتدة واصلوية في الشوت الأول الكلة بتتحول العرب خميس لكن المبارات والله المبارات في المدرج أنا موجود في الكبير الآن أشاهد من حول يمين ويسار لك الآن أشاهد الحماد يا الله على كنترولك حماد يوقب حماد يمر حماد يعرضها يا رباه الأهلي قرب الأهلي قرب الأهلي أخطر شوف الأخطر شوف يا سلام هذا الكلام هذه الكرة يا اسماعيل هذه الكرة هذه اللقطة بعد ذلك الأهلي أفضل ما يقدر نقول الآن سيطر وقف على المبارات لكن الكرة أهداف الكرة أهداف كرة بتتحول الآن فلجأت لي من روبيرو روبيرو الكرة معه بيرعب للكرة في مكان سليم يتجاه اسماعيل حمادي حمادي يحاول هذه الكرة بتتحول إلى خارج الملعب رامية تماث أو ربما هناك خطأ يحتسب على اسماعيل حمادي شوف اللقطة الماضية حمادي عبدالله الصالح والتغتياء وربما حكم المبارات يحتسب دفعه اسماعيل حمادي بتحمس واضح لي في أكثر من لقطة في أكثر من لذب فرصة حبيب الفردان كانت عن طريق الفرصة اللي قبلها قليل كانت عن طريق الحمادي إذا يبغي يلعب يبين الموضوع من الدقائق الأولى لكن اللي 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 لسه ما أوصل للملعب ويفكر أقول له أرتاح خلاص ما عاد لك مكان ايه والله تخيل سرنا نتكلم بهالطريق اللي 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 في الطريق ويفكر لا أروح أروح شوف أقرب مكان أقرب ليلس أقرب مكان عام يقتل المباراة لا خلاص ما في مكان في الملعب الملعب ممتلئ عن آخرة الكراب تتحول الان الكراب تنصل الان من جديد في نص الملعب والله الزمان والله الزمان ما نشوف مباراة بجماهير تملئ المدرجة عن آخرة هنا الكراب تتحول هنا الكراب تنصل روبيرو لكن أحمد عباس أحمد يتقدم الان أحمد في نص الملعب يبحث عن زميل بيلعب للكراب في مكان إلى كايو كايو إلى ليما ليما الكراب مع نعب على نعب ليما بيغير الاتجاه بيرسل للكراب في مكان إلى مندز مندز الله على تمرير الكراب من مندز إلى عبدالله صالح عبدالله صالح يتقدم أحمد عباس خطفها روبيرو مشاه إلى أحمد خليل دخول قوي من وحيد إسماعيل وحيد عنده انذار ماذا يقول عادل النقبي جمهور الوصل كله الآن على عصابه عادل النقبي اكتفى بالانذار الشفوي وحيد إسماعيل تنفس السعداء شوف اللقطة الماضية دخول من وحيد إسماعيل لا ولا مبوحيد 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 في اللقطة الماضية كان اللعب عبدالرحمن علي شوف الأخطاء سبعة مقابل ثمانية في ضرب ديربي وعلى صدارة كيف ما يكون في ضرب لكن هدوا شوي وصلوا عن نبي ولسه الوقت المتبقي طويل والدوري لسه والكرة بتأصل إلى الحمادير لعب على لعب يروح لعب على لعب لكن يفضل التمرير هيكل يمرر كورولانت الصويبة قوية خميس خميس سلاح التزديد من خرج منطقة الجزاء والكرة بتتحول هذا أحمد خليل هذا أحمد خليل شوف اللقطة الماضية شوف تسويبة خميس إسماعيل قدم يمنا معروف دقتها قوتها اسمع الجمهور الآن بصوت واحد عليهم شوف الملعب الآن شوف الصورة العلوية شوف الحضور شوف جماهير الوصل يحبون الوصل ويحبون من يحب الوصل أيضا هذه جماهير الوصل الآن وجماهير الأهل لا يمكن أن تتحدث عن جماهير الوصل وتتنسى جماهير الأهل التي تملأ مدرجها بالكامل كون الماضية فيها الصافر أو خطر أصوات ترتفع مباراة والله ناقصة هدف هي حوة بس باقي هدف يخليها أكثر حلاوة أكثر سرعة أكثر إثارة أكثر متعة يشعل المدرجات أكثر مما هي عليه الآن كونها بتتحول الآن إلى خارج شرم العب رامي التماص رامي التماص رودولف هل تعلم بأن الوصل ينتظر لقبا للدوري منذ سنة 2007 نقترب تقريبا من تسعة عوام والوصل ينتظر لقب الدوري وعودته مرة أخرى إلى الفوز بلقب البطولة المفضلة لديه الأشياء تأخذ قيمتها من انتظارنا لها جماهير الوصل الآن سيكون لهذا الدوري قيمة ومذاق كبير جدا كيف لا والانتظار يصل إلى قرابة العشرة عوام كيف لا والفأز بلقب الدوري يلعبهم في بطولة كاسي أندية العالم نشاهده ونتابع الصراع بين الوصل والجزيرة والشباب بين الأهل والعين والمؤجلات الصراع بين الفرق التي تنافس دورينا ليس حكرا لأهل والعين في هذا الموسم حتى الآن على مستوى المنافسة الطموحات والحظوظ بالتأكيد متاحة والترشيحات مفتوحة والنتيجة حتى هذه اللحظة صفر 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 مشاهدين عبر قناة دبي رياضية عالية والمالية كيوم حمادي سبعة على سبعة في دوري السبعة دوري وفي دربي السبعة دوري في دربي السبع نجوم سبعة ألقاب لهذا تقابلها سبعة ألقاب لهذا سبعة دوري هنا من ينجح في هذا الموسم ومن يمر عبر الآخر كرب تتحول حماد محمد عندنا لاعب في الوصل اليوم اللي هو حمد محمد في نص الملعب يلعب ما كان علي سلمين ونتذكر لاعب جزراوي سابق اسمه حمد محمد كان اسمه مازم قبل أن يغير اسمه كان لاعب مخنظيف كان فنان اللي يذكر الجزيرة اللي يذكر حمد محمد الآن لعب أصلاوي اسمه حمد محمد الكرب تتحولي السلام وأنتو تقدم خطى واضح حكم قريب الوصل الان وكرة ثابتة يريدون انذار الانذار سيخرج لمن هذه المرة؟ خميس خميس يحصل على كرت أكثر شفوا الاحتفال بالكرت كيف لما يكون في دعم وحضور ومحاولة للضغط على الحكم للضغط على اللاعبين للضغط على الجهاز الإداري والجهاز الفني لأنه شاهد كرة ثابتة لمصلحة فريق الوصل جمهور الأهلي يقف خلف مرمى ماجد يريد أن يدعم ماجد وكأنه يريد أن يتصدى بالكراتي بدلاً عن ماجد جماهير الأهلي الان جماهير الفرسان لا تريده من الوصل بأن يقفز من حاجزها خليل يتركها مندس بيعرضها الكرة إلى نيمة تسقط الوصل لا يريد أن يسقط الكرة بتتحول الان ليما عرضية بيتغير اتجاهها في الشباك الجانبية في الشباك الجانبية ماذا يقدم ليما في هذا الموسم فابيو دي ليما هدف الوصل بثمانية أهداف يسمع الكثير من الأهداف يسجل مع كايو 14 هدف من أصل 18 هدف وصلاوي متعة الدوري حتى الآن هو أو كايو في هجوم الوصل حلاوة الدوري هم حل الوصل وهم حلاوة الدوري عرضية عاليا راسية لا تأتي ماجد خروج خاطر أحمد عباس يريد الآن القادمين لكن ماجد الآخر ماجد حسن ينطلق المقاتل المهندس يبدو هربيرو راح يعدي لكن التغطية من حمد محمد ربيرو راح يعدي هو 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 يا رباه مستحيل ضاعت لا تقولوني حبيب لا تقولوني من حبيب هي من حبيب شوق فرص حبيب الضائعة شوق فرص حبيب لكن الله هلأتصد دي راشد علي أقولكم ربيرو راح يمرمر صنع في المكان حبيب أمام المرمى وين تريد فرصة أقرب وين تريد تريد على خط المرمى يا حبيب هذه الكرات قد يندموا عليها النادي الأهلي إلا إذا حمادي من وين يصوم يسدد بعيدة زاوية صعبة كرة مضية يا سلام يا سلام يا سلام راشد علي يبقي الوصل في الصدارة يبقي حضوظ الوصل رودولفو سعيد بأن الكرة عدت كزمن لا يصدق لا يصدق بأن الكرة ضاعت كيف احتفقتها بالماء في يدي لكن الآن عطل المدرج عطل المدرج يا مخرج جماهي للوصل الآن في تشجيع وفي تفاعل وفي أمواج يا مخرج عطل الأمواج شفونا الجنون أعنام شعارات أهزيج مبادرات مفاجآت حناجر تشجيع إما حقيقة يا سلام يا ليالي الوصل العودي واجمعينم يا ليالي الوصل العودي واجمعينم الله على ما يقدم المدرج الأصفر يتصدرون المدرجات الآن يقدمون لوحة في منتهى الإبداع والجمال الوصل في أرضية الملعب يتعادل مع الأهلي الأهلي أخطر الأهلي أفضل في شوط الأول هذه حقيقة الأهلي هدد ووصل بشكل متواصل الوصل حاول عن طريق كايو فقط هذه الكرة حمد خطفها روبيرو لكن الكرة وصلت إلى وحيد الكرة بتتحول الآن بالتجارة شد علي سفر سفر في قمة الوصل والأهلي خطفها بالقوة ماجد كرة بتعود بعد ذلك من عبد الرحمن عبد الرحمن علي بيخلصها الكرة بتتحول الآن في نص الملعب أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يتواجدون معه وخلفه وبهم ويدفعونه دفعاً للصدارة حتى الآن كنا بتتحول غليل خميف بيلعب لكنا في مكان خطفه وليد عباس الله لي يعلم اليوم بأن مفتاح العودة من جديد عبر الزعبيل عبر هذا المكان كنا من هيكل إلى رمية تماث حميد عباس نقترب من آخر ست دقائق نقترب من آخر ست دقائق على الوقت الأصلي اللي شوق من المباراة الأول 0-0 كرة بتأصل إلى كونون أبتد حواله من تجاه خميس إسماعيل بيلعب لكنا في الجات اليسراء إلى إسماعيل الحمادي يحاول بالحل الفرقية الكرة بتتحول الكرة بتتحول الكرة بتتحول من إسماعيل الحمادي إلى خارج جمال عبر مية تماث نتيجة مستمر على ما هي عليه حتى الآن في شوق المباراة الأول وسط كل هذا الحضور وكل هذه الأجواء هنا في ملعب الوصل في هذه القمة رمية تماثل عن طريق اللعب كونون كونون على تنفيذ رمية تماثل على شكل ضربة ركنية يلا يمسح الكرة يمسح وربح يحاول فيها باتجاه خليل يفقدها خليل الكرة بتتحول لم ينجح خليل لما يتركه المدرب كأحد الكروت المهمة والأوراق التي قد يزدد بها في شوق الثاني لكن إلى ذلك الحين النتيجة صفر صفر المباراة في المدرج كانت في شوقها الأول أكثر وأجمل مما كانت عليه بالرغم من شوق أول حقيقة فيه بعض الفرص الحقيقية اللي كانت للنادي الأهلي عن طريق حبيب الفردان وهناك فرصة لكايو بالنسبة للوصل شوت تكتيكي لم يكن الشوت مليئا بالفرص شوت فيه تحفظ كوزم اللعب فيه اليوم بطريقة مختلفة بأسماء وعناصر مختلفة اليوم عن المباراة الماضية شوت مشاهد فيهم جمهور الوصل والجماهير الأهلي بتشتيع رائع وراقي وحضور يملأوا كل فراغات هذا الملعب كورا من الحمادي وقف سيطر الحمادي الكورا معاص يلعب لكورا في الجاتي يسرم في مكان الآن يحاول النادي الأهلي النادي الأهلي بيرسل لكورا إلى اللعب كولون بتجأ وليد عباس يضطر الآن إسماعيل الحمادي لعادة الكورا بتجأ هيكل كورا إلى خميس إسماعيل خميس يتقدم بيلعب لكورا إلى روبيرو روبيرو لك المقتوعة عادت إلى روبيرو خطفا الفرسان روبيرو الله عليك بيلعب لكورا إلى خليل خليل بالقوة وقف سيطر مزلت في الملعب الكورا بتتحول وبضيع الكورا والكورا بتتخلص مرتدم للوصل وصلت إلى فابيو ليمم كايوم يا كايوم يا فابيو أوكي كايوم سريع بس مبلهد والله والله والظاهرة فابيو ليمم أرسل كورا السريع شوفوا استعجال الوصل التسرع في الكورا المرتدة كورا من ماجد ناصر الكورا وصلت إلى حمد بحمد لا كورا الملعب تحرك في الجات المنى من هزاع الكورا وصلت إلى هزاع بشكل رعب الخليل هزاع عرضية ليست لأحد وليد عباس أقرب تأود الكورا لامر حميد عباس في نص الملعب لا لمصلحة الوصل بيلعب لكورا بينية أطول من اللازم الكورا مكتوعة نقترب من الدقائق الأخيرة من يختفها من يفعلها من يحرك الشباك من يصل إلى المرمى يا لهذه القمة التي أصبحت بحاجة إلى هدف يزيد من جمالها مباراة يكون فيها كل هذا الحضور وتنتهي السلبية ما يصير شو نقول للجماهير اللي حضرت ما يصير لأتقول لي مباراة تكتيكية وتعادل زين والناس اللي موجودة اليوم ترى مو بويكن اليوم الاثنين في نص الأسبوع هكذا في ملعب الوصل تشاهد لا يهم متى يكون اليوم عندما يكون الوصل في الصدارة هكذا المدرج وهكذا الشكل عندما تكون المسألة مسألة دوري هكذا جمهور الأهل يحضر وهكذا جمهور الفرسان يتواجدون بأهازيجهم بتواجدهم الوصل والأهل قمة الجولة التاسعة والمدرج كونزمن في ماذا تفكر في الفرص التي ضاعت في فرصة الأهل الصعبة في الدوري في حلولي وأوراق شوط ثاني شف الحمادي وكان المخرج يأتي بما يفكر به كونزمن يارو بيرو شف الوقفة شف اللعبة الله على راشد علي حبيب الفردان حطها لكن الكرة في نفس المكان حبيب الفردان حزين لهذه الفرص التي تضيع اليوم أمام فريقه أيضا السابق كرة بتتحول الان هيكل في الجهة اليمنا عرضية وعالية كرة الآن محاولة لمرور لكن الكرة أيضا بتتحلص تعود الكرة الآن في الجهة اليمنا في مكان فيها تمريرهم سليمة الكرة الآن باتجاه حبيب عرضية لكن الكرة لا تصل حبيب ودعا وظهم ولو بالصناعة ولو بالصناعة كوزمن في التعليمات رمي التماثل على شكل غير مركنية لقطة علوية يبحث فيها أحد الفريقين الآن عن كرة عالية عن كرة راسية عن ارتقار عن وصول عن هز الشباق كونول يرسل لكرة عالية الكرة هذه المرة عالية و الكرة عدت ما شاء الله يا كنون لا والله هذه المرة ترى وصلها وصلها بعيد بعيد الكرة بتتحول الآن في الجهة اليمنا يحاول الوصل خليل خميس لفدار كي يهرب من المدافعين كي يهرب من المدافعين كي يهرب بالسرعة لكن ماجد صعب ماجد صعب في مثل هذه المواجهات عالية من ماجد عبدالله الصالح حمادي يضغط الكرة عبد الخليل خطفها الآن الأهلي خليل إلى الحمادي الحكم من شريل الخطأ يريده خليل وينتظره خميس ويبحث عنه كوزمن والفرسان يريدون الوصول الآن عبر حاجز الوصل هذه اللقطة وهذا دخول عبدالله الصالح والخطأ هذا دخول عبدالله الصالح وخطأ خطأ كرة ثابتة آخر هدف في مباريات الفريقين كان من كرة ثابتة لي أحمد خليل كانت أقرب شوي لكن أحمد خليل هالمرة هو اللي يوقف عليه وهو اللي قال لخميس اتركها اتركها مباريات الوصول والأهلي خليل سمعين جمهور الأهلي الآن صوت جماهير الأهلي يرتفع لكن عادة صوتهم في أرضية الملعب هو أحمد خليل نشاهد ونتابع صوت الجماهير في المدرج هو صوتهم في أرضية الملعب والنانو الأهلي هل يرتفعوا بأعلى الصوت في الزعبين خليل من كرة ثابتة بيلعبنا كرة قوية لكن بعيدة الكرة معها صافرة حكم المباراة فرصة للأهلي بضية نهاية شوط المباراة الأول بالنتيجة السلبية شكرا للجماهير على كل ما قدموه من أجواء خيالية شكرا لزميل حامد حارثي شكرا لزملاء في منصة دور الخليج العربي عودة محضراتكم مشاهدين متابعين في كل مكان عبر قناتهم دبي رياضية وتحديداً في هذه القمة المرتقبة والمنتظرات من الجولة التاسعة في بطولة دور الخليج العربي شوط المباراة الأول تنخناه ينتهي كما تشاهدون بالتعادل السلبي الـ 0-0 الوصل والأهلي هنا في زعبيل الوصل المتصدر برسيد 21 نقطة يستضيف الأهلي صاحب المركز الخامس برسيد 14 نقطة وليملك مباراة مؤجلة ستجمع أيضاً في مطلعي الشهر القادم أيضاً مع فريق العين بسبب مشاركات العين السابقة في بطولة دوري أبطال آسيا حكم المباراة عادل نقبي أطلق قبل قليل ضربة البداية للشوط الثاني للي ما شاف في شوط الأول شوط الأول كان شوط تكتيكي من جانب الفريقيين حقيقة لم نشاهد فرص كثيرة تفوق الأهلي في بعض فتراته ووصل بخطورة حقيقية عن طريق حبيب لكن الآن الوصل يريد أن يتفوق وكرة كايو إلى خارج الملعان أهدر حبيب الفردان كرتين وهدفين محققين للأهلي وأهدر كايو فرصة محققة للوصل هنا المدرب الروماني كوزمين بينما رودولفو الذي قال كل الفرق اللعب المدرب الأرجنتيني رودولفو أوروابارينا والذي قال أظهرنا شخصيتنا أمام كل الفرق في المباريات السابقة واليوم نريد أن نظهرها أمام حامل اللعبة أمام النادي الأهلي نجح في الشوط الأول في الصمود لأن لدي لعبين غائبين أتحدث عن حسن زهران أتحدث عن علي السالمين في الشق الدفاعي لكنه في الشق الهجومي لم يقم بعمل الكثير أتحدث عن فريق الوصل أتحدث عن كايو أتحدث عن فابيو ليما أتحدث عن هذه الأسماء المؤثرة في هجومي فريق الوصل فريق النادي الأهلي نفتاح عودة النادي الأهلي المنافسة للدوري هي الوصل هل يمرون؟ هل ينجحون؟ أمان لها لا للوصل وأيام الوصل وصدارة الوصل ستمر عبر حامل اللقب كرة بتصل الآن يحاول فيها صنقور في الجهة اليوم الكرة معاه يرسل كرة عرضية لكن الكرة أيضا تتحول إلى ضربة الكنية لمصلحة فريق النادي الأهلي شوط المباراة الأول أجمل ما فيه تحدثنا عنه كان المدرجات والحضور الكبير نشاهد الآن لقطات مختلفة لهذه المباراة وقت لقطة علوية لضربة الكنية لمصلحة النادي الأهلي الذي يريد أن يؤكد بأنه لم يخرج من الحسابات لم يخرج من الحسابات الكرة بتتحول بالتجاه خليل خميس في الكرة المرتدة للوصل الله على التمريره لكن الكرة السريعة 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 هزاء حاول الحارس أقرب الكرة بتتحول الآن بالتجاه ماجد يلعب لك كرة يا سلام يا ماجد يا سلام يا ماجد لكن التمريره ليست بالشكل المثالي في اللقبات الماضية الكرة بتتحول الآن السرعة مستمرة في شوطة ثانية جولة بدأت بتعادل مباراة ثانية سلبية في هذه الجولة الكرة بتتحول الان ماجد الجماهير اللي حاضرة ذكرنا بانها تستحق بان تشاهد مهرجان اهداف الان حتى لو ممهرجان هدف هدفين الكرة بتتحول الان فلجأت اليومنا في مكان سليم بتجيب فابيوليما خجوميا لم ينجح فابيوليما في مرور في المرور بالكرة في خط الوسط الكرة بتتحول خليل خميس نقلات كايو خليل يرسل الكرة في الجهة اليسرم لو وصلت الى مندز وصلت الكرة الان الى مندز مندز بيسيطر عليها يلعب الكرة في الجهة اليسرم في مكان سليم بتعود الكرة مرة تلو خرم فيها تمريرا فيها محاولة من حمد الحمد يرسل الكرة الان عن طريق وحيد اسماعيل عبد الرحمن علي نقلات الكرة الى خارج الملعب طالت الكرة على ليما راميه تماص هذا عبد الرحمن علي والكرة الي اصطدمت وتحولت الى راميه تماص لمصلحة الوصل ليما هزاع اخترق انطلق مرة عبد الرحمن عبدالله الصالح حميد عباس هزاع ليما بجانبه شوف حتى روبيرو يدافع حتى روبيرو يتراجع بحال فقدان الاهل الكرة شوف الانضباط والالتزام لكن الكرة الان بتصل سهلة الى حرس الملعب شوف عودة حبيب ماجد خميس روبيرو مع رباعي خط البحر لا مجلل الاخطاء لا مجلل الاخطاء الكرة بتتحول الان تتعثر في ثلث مناسبات تعادلين وخسارة تلعب عظام المتصدر لا مجلل التعثر روبيرو جيكاوت مراح مهار الان تقدم تباطى 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 تأثر فيها الجرة بتتحول الان خليل خميس كممكن يمررها بعد تغيين الاتجاة او 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 دخول غريب من روبيرو في اللقطة الماضية قوي جدا حقيقة وانذار سلامات لخليل خميس هذا روبيرو روبيرو كرت أصفر في اللقطة الماضية دخول متهور حقيقة من روبيرو شوفوا اللقطة شوفوا اللعبة والله والله غيره ممكن ممكن ياخذ فيها اكثر من الاصفر شوف روبيرو حس انه ممكن حس لكن عده روبيرو اللي يقول كل الفرق تلعب امامنا بطريقة مختلفة لاننا الفريق البطن لاننا الفريق البطن هكذا يتحدث روبيرو الان نشاهد وان نتابع موسيقى 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 الكرة اللي بتتحول في نص الملعب طويلة وعمامية في مكان بتجاه فابيو ليما لكن الكرة الى خارج الملعب رمية تماص هذا فابيو ليما كرة بتتحول من عدد عزيز صنجور الى رمية تماص شوت اول كان الاهلي فيه اخطر يحاول الوصل في الشوط الثاني بان يكون هو الاخطر كرة بتتحول روبيرو بمشيها لا تصل الى احمد خليل الكرة بتتحول حبيب الفردان في الصراع الرؤوس روبيرو رايا وتصل الواضح الواضح حب يصنعها الخليل الريد كارد حب ينطلق فيها لكن مساعد الحاكم الثاني اللي واضح في الصورة حسن الحمادي رايا في اللقطة الماضية والكرة مصلحة الوصل قصبة كرة عالية لما هرب لما خطفها السلام الى كايو كايو قوي يا ربا يا الله عندما يتحرك هذا الثنائي عندما يتحرك هذا الثنائي تجد الكلمات تجد الكرات تجد اللقطات مندس لمست يد مساعد الحاكم موشين الى خطا مساعد الحاكم يشير الى خطا الحمادي سلامات إن شاء الله الكرة فيها نمسة يد في الكرة ثابتة كماهير الوصل الان خلفه مرمى ماجد ناصر عزم 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 كوزمن لو عد الاهلي من هذه المحطة سيستعيد الكثير والكثير مما كان عليه في الموسم الماضي ليما لا يشارك حتى الان جيان يغيم عن تشكيلة الاهلي وعن هجوم الاهلي في الجهة المقابلة هجوم الوصل عن طريق مندس وعن طريق كايو وعن طريق فابيو ليما وعن طريق المدافعين الكل يتواجد في الكرة الثابتة الكل يقف في هذه اللقطة لاعبون جهاز فني جهاز إداري جماهير في المدرجات الكل يبحث عن كرة تصل الى المرمى وتحرك الوصل وتعلنوا عن الوصل من جديد الكل ينتظر سفرة حكم المباراة عادل النقبي لضعب تيم والكرة الان تنفذ الان فيها تصويب ارضية يتغير اتجاهها يتغير اتجاهها يا الله ماجد ناصر دربة كم وصلت الكرة في النهاية الى احضان ماجد ناصر شوف ابيو ليما شوف تنفيذ الكرة المخادعة ضعيفة كانت لكن ارتقمت استدت ارتضعت واصلت الان واصلت الحمادي يهرب jam... احتجاج جماهير الناد الاهلي سلمات الان اللاعب اسماعيل حمادي طىعن عن ارضية المنعم السلمات ان شاء الله سلمات ان شاء الله اسماعيل حمادي شوف الاشتراك راشد علي وراشد علي ابعد الكرة صدمت بالحمادي حكم المبارات اشار الى استمرار personne وأشار على أن اللعب في الكرة قد يكون هناك اشتران إسماعيل حمادي يتلقى العلاج النازل يطمئن عليه حكم المباراة يطمئن عليه إقدم الزملاء وبعض اللاعبين مثل هذه المباريات فيها الالتحامات فيها الاندفاع البدني وأرج جدا شوف التصويب ضعيفة كانت هنا الدربة هنا اللقطة وصلت بسلام بعد ذلك تحول سريع من الدفاع إلى الهجوم ونقطة كادة أن يخطفها إسماعيل حمادي لكن الكرة الأرجى تتحول حكم المباراة الآن يستنف اللعب إسماعيل حمادي ينقل إلى خارج المرعب الكاتل لقى العلاج النازل الكرة الماضية والكرة بتتحول لمصلحة فريق النادي آل أهلي هذه اللقطة من زاوية أخرى خروج راشد علي راشد أبعدها واصطدمت قدمها بعد ذلك مع إسماعيل حمادي والكرة بتتحول إلى ضربة مرة بعد ذلك لمصلحة فريق الوصل والله المباراة صارت صعبة صارت صعبة الآن تتكلم على التخمين على التوقع وين اتجاهها كيف تروح المباراة تعرفون شو تحتاج؟ تحتاج إلى واحد يبتكر راش نتكلم الآن خليه يحاول الكون بتتحول بهذا الشكل صعب الأمور المباراة بحاجة إلى واحد يبتكر الامارات كلها في الأسبوع الماضي كانت تعيش أسبوع الامارات للابتكار الكل كان يشارك في الامارات تبتكر الآن في هذه الجولة في هذه اللحظات في هذا الشوق في هذا التوقيت المباراة بحاجة الواحد يبتكر بحاجة ليبتكار من ليما ليبتكار من روبيرو بحاجة من إحمد خليل بحاجة من اللقطة يظهر فيها كايو لأن الفرص مبكثيرة المساحات ليست موجودة وبالتالي مشاهدنات الحلول الفردية يجب أيضا بأن تكون موجودة المهارات الفردية اللاعبين اللي يصنعون الفارغ هالكروب تتحول إلى الأرض كروب تتحول التعادل نتيجة بالتأكيد لمصلحة الفرق الأخرى أكيد التعادل ليس سيئا بكل حاجة من الأحوال وأكيد التعادل أفضل من الخسارة لكن في النهاية التعادل رح يكون في مصلحة الفرق لتستفيد من هذه الجولة وتحقق النقاط الثلاث روبيرو هو حاول الآن بكرة عرضية لكن الكرة إذن تتخلص إذا تتكلم في هذه الجولة الجزيرة اللي ينتظر أيضا لقاء يريد نتيجة التعادل في هذه المباراة الشباب هو الآخر الوحدة اللي يتعادل يتمنى أيضا التعادل في هذه المباراة الأهلي لا ينتظر ذلك العين اللي عندها مباراة يوم الأربعة مع الضفرة ينتظر أيضا التعثر من الفريقين كروب تتحول من جديد في نص الملعب ماجد حسن بيرسل الكرة في مكان ماجد بيرسل الكرة بتجي عبلازيل صنقور صنقور بيرسل الكرة تعود الكرة في مكان سليم المحاولة إلى وليد عباس وليد عباس بيرسل الكرة إلى خميس إسماعيل شعوب زاني مشاهدين المتابعين في كل مكان عبر قناة دبير يظيم في قمة الجولة التاسعة من دورينا لم يظهر بعد الرقم تسعة هنا وهناك في قمة ليما لم يظهر بعد ليما الأهلي ولم يسجل ليما الواصل في قمة السبع انجوم والسبع بطولات دوري بين الفريقين الكرة بتتحول الآن بالتجاه ربيرو خلصت عبدالله الصالح عادت الكرة في الجاتل إمنا ربيرو من جديد بيلعب لكرة في مكان سليم كرة بتصل باتجاه خميس خميس بيرسل الكرة في مكان إلى اللاعب الكوري الكوري بيرسل الكرة في الجاتل اليسرى إلى الصنقور عادت الكرة بعد ذلك في مكان سليم باتجاه ماجد حبيب هيكل نقلات للناد الأهلي شوف تراجع لاعبين وصل وصله ودافع بكل عبية خطر مصلحة العب نزيز هيكل خطأ لمصلحة عبدالعزيز هيكل ساعة كاملة ونحن بانتظار خبرها في هذا الديربي في حديث الآن الحكم بيغير الكرة في أرضية الملعب شايف الآن تغيير الكرة يمكن المشكلة فيها شوف لسه المدربين ما غيروا العديد الحكم هو اللي غير الكرة فقط هذه لقناة اسماعيل حمادي وصل راشد الكرة بعد ذلك التطام الكرة أيضا بيد اسماعيل اسماعيل سيطر عليها لعب الكرة فيها لمستية حتى يشير إلى استمرار لعب ولكن قبل ذلك ربما هناك وجود تسلل هذا اسماعيل حمادي والكرة بتتحول لمصلحة فريق الوصل كرة بتتحول لمصلحة فريق الوصل ليما يتقدم فيها عدا من حمادي هذا ليما هذا فابيو شو كرة بتصل خليل خميس بثقة بيدور فيها تغيير الاتجاة حمد المحمد روبيرو يظل الكرة بتصل يترك الار يسلام مندلز يختف مندلز يتقدم مندلز إلى عبدالله صالح عبدالله صالح وقف سيطر مرر لتصل خميس يقطع الطريق وصلت إلى مواجد الكرة فيها الصافرة وخطار سلامات الشرى لعبدالله صالح الخطأ يحتسب حكم المباراة القرار لا يوجب لعبين نادي الأهلي هذا عبدالله صالح عادل النقبي الاحتجاجات مستمرة ساعة كاملة مرت غير كافية حتى الآن لأنه شاهد شباك تتحرك ومر ما يهتز كنا ثابتة لمصلحة الوصل شوفوا اللقطة الماضية وشوفوا اللعبة الماضية واستراك عبدالله صالح مع خميس إسماعيل أكم أشار بإلا هناك دهس أيضا من خميس إسماعيل على أقدام اللاعب عبدالله صالح شوفوا الكرة ثابتة الآن والأخطاء ثلاثة مقابل واحد في شوطة ثاني شوطة الأول كان كل ضرب الشوطة الثاني كرة ثابتة للوصل منزز قدم يسرع قوية فابيو قدم يسرع ذكية لكن هي ما إلى شوي ما إلى شوي تكون مباشرة بتجاه المرأة تكون عرضية تبحث عن رأس وصلوية في ماذا يفكر هذا التراثي حميد عباس كايو وفابيو ليما كرة ثابتة للوصل الآن ليما وكايو ليما وكايو نشاهد ونتابع الأقرب كايو يعني هي في النهاية لازم واحد أيمن إذا ليما عرضيه كايو ممكن تكون مباشرة بتجاه المرأة الأقرب هو كايو ليما لان يتقدم يصوم لا الإسار صعب كان مفروض يخليها لكايو الكلب تتحول إلى خارج المرأة هذا فابيو ليما وهذه اللعبة والفرع عالية بتتحول إلى ضربة مرأة استمرار المؤنزرة وتشجيع في هذه القمة التي ربما تشهد أعلى حضور حقيقة في كل مباريات دولينا منذ بداية الموسم يعني لا أشهد أي مكان منطقة صغيرة جدا تفصل ما بين المدرجين وهي ضرورية بأن تكون عازلة بين المدرجين حتى لا تكون هلاك وهذه المنطقة من الصعب أيضا بأن يجلس فيها أحد فيما حد ذلك وشاهد بعض الجماهير الواقفة أيضا في أعلى المدرجات لا تجد أيضا كراسي في هذا التوقيت ما في مكان في الملعب حضور هو الأعلى في مدرجات دورينا في هذا الموسم شكرا لجماهير الفريقين دورينا بخير إن كانت هناك قمم تحمل هذا الحضور وهذه الأرقام وهذا التواجد الكبير بالنسبة لكل الجماهير أشك بأن هذا يساهم بشكل كبير في نجاح المسابقة في استمرار المنافسة في التواجد بشكل رائع جدا كرة تتحول إلى أسماعي الحمادي حمادي بيلعب لكرة في الجات لنا لكن قصيرة عبدالله الصالح يبعدها تعود الكرة بعد ذلك حميد عباس بيرسل لكرة حمد محمد غروب يرسل لكرة عادة إلى حمد محمد الكرة الخاطئة خميس أسماعي ماجد حسن يطلب الكرة يا السلام عليك ماجد حسن بالثقة بيلعب لكرة في مكان وصلت إلى الحمادي حمادي بيرسل كرة في الجات لنا تعود الكرة من هيكل يحاول فيها هيكل حمادي وصلت 2 وصلت 3 يبحث عن مساندة شوف تراجع لاعبي الوصل لأوجود المساحات مباراة بحاجة إلى تسديد من خارج منطقة الجنسة بحاجة إلى نقل الكرة بشكل أسرع إلى مثلثات إلى هاتف إلى تغييرات بصراحة التغييرات تاتي الآن من سيخرج ومن سيدخل في الوصل سيشارك ياسر سالم مكان اللاعب هزاع الظهير الأيمن هزاع وسط أنظار جماهير الوصل نوع من الترقب الآن لحظات من الانتظار الأعصاب جمهور الوصل أيضا يستقبل هزاع سالم وياسر سالم تغيير ظهير مكان ظهير ما في تغيير أيضا في شكل الفريق في أرضية الملعب ربما هزاع يشكو من إصابة يشارك مكانه ياسر سالم الآن نشاهد ونتابع الضربة الركنية أو رمية تماثل لكن على شكل ضربة الركنية بيرسل لك الكرة الآن كونول وليد عباس حبيب الفردان متابعة الكرة تصل والكرة تصل إلى راشد علي فرصة أخرى أيضا من حبيب الفردان كان ممكن الأهلية تقدم ضاعت الكرة وتحولت الكرة بعد ذلك الآن يطالبون بخطأ ويطالبون بكرد أصفر هذا فابيو ليما وهذا الخطأ لمصلحة النادي الأهلي شوف الكرة شوف الكرة اللي غيرت اتجاهها وصلت الحبيب صوب الكرة تصدم في أصر سالم البديل اللي لسه شارك اللي لسه نازل الكرة بتتحول بعد ذلك إلى خميس إسماعيل خميس بالجانبه ماجد ماجد بيلعب لكرة في الجاءة اليسرى بيلعب لكرة للنادي الأهلي تأود الكرة إسماعيل حمادي هروب الكرة مقطوعة يحاول فيها فابيو لكن الكرة بتتحول 66 دقيقة لم يجد أي من الفريقين الطريق ولا السبيل ولا الوسيلة ولا الحل في الوصول إلى المربع كرة بتتحول الآن حبيب الفردان حبيب قصيرة كونون الكرة مقطوعة وصلت إلى خل الخميس كايو تحرك كايو يهرب يا الله يا الله خميس إسماعيل بغطي خطة بهر في اللعظة الماضية شوف كوزمن كونون حبي شتتها اصطدمت بخليل خميس حاول فيها اللعب في المباراة على مثل هذه الجزئيات على مثل هذه الأخطاء خطأ مدافع حلم المهاجم زيادة شوف كوزمن بدأ يفقد أعصابه يعرفوا بأن فريقه قد يفقد فرصته لم يستجب بعد للنداء وقد يكون النداء الأخير بالنسبة للأهلي خليل عرضية راسية تاتي لكن كرة تلوصل سهلة بتصل إلى ماجد كرة الآن سريعة من ماجد يلعب لكرة إلى أحمد خليل في الجاتل إسماعيل يطلب الكرة روبيرو استلم روبيرو دار خطا واضح يا الله يا الله في اللغة الماضية لفو لف شوف الكرة الماضية شوف اللعبة الماضية يا شوف حاول بس نيدور ثلاثة والله لو مجرم ما تقبض عليه بها طريقة كرة تتحول الآن مرة الآن مشت مع حبيب الفردان خليل يهرب لكن الكرة لا تهرب من وحيد الكرة تصل الآن من جديد مرة نخرم مرة نخرم شوف دفاع الواصل مع روبيرو قبل قليل هكذا يريدون الدفاع عن الصدارة والكل العالم وحيد بنسلها خليل على الطاير يا رب يا خليل لبسة الكرة لبسة لكن مرت على يس على يسار أو على يمين حارس المرمى هي كانت باليسار شوف الكرة الماضية لبسة قوية وحيد هياها هياها خليل ينتظر هذه الكرات مرت بجوار القار بدأ الشوطة الثانية يحلى أكثر بدأ الشوطة الثانية يحلى أكثر أسرح أكثر متأت الفورة السلام في الشوط الثالي خليل كرعب تتحول إلى خميس مرسل كرعب يا سلام روبيرو بلعب لكرعب سماعيل حمادي إلى خليل لفته دار الكرع مر فيها وصلت إلى حبيبي لخليل فيها الخطأ فيها الخطأ واضح سلامات إن شاء الله اندفاع مدني في اللغة المافية دفع واضح من قبل اللعب أحمد خليل وهناك الخطأ هذه اللغة هذه اللغة في الوقت الآن الذي ننتظر فيه اللغة على المترج يا مخرج عطينا مدرج الوصل ويا فونسو عطينا صوت جمهور الوصل يا سلام هذا هو الشكل وهذه هي الطريقة زعبيل بيتهم الأول أوه يا وصلاوي الله على هذا المشهد على هذا المنظر مثل الوصل قول باجيك وسابق الساعة جماهير الفرسان تبادل الوصل للمباراة تتحدى المدرج بمدرج أحمر تريد أن تتجاوز الخط الأحمر أعلام كاميرا فلاشات تصفيق تشجيع الوصل واسلوب حياة الأهل الآن يريد أن يعود مرة أخرى في هذا المدرج مباراة المدرجين مباراة الجماهير الحضور الكبير هنا وهناك الأصوات والكفوف والحناجر ما أجمل المباراة في المدرج واحد يقول لي من تحت الجماهير كثير معلش أحن كل مباراة عندنا الملعب فل أحن كل مباراة الملعب فل أحمد شامسي يشارك لها مكان خليل خميز اللي كان عنده كارت أصفر يخرجوا يترك مكانها لي أحمد شامسي لكن هذه الأجواء تشاهدها في هذا الموسم في زعبيل بشكل شبء أسبوعي الكرب تتحول الآن من جديد إلى واحد إسماعيل بيرسل الكرب خميز إسماعيل أوه أوه سلامات دخول قوي من حميد عباس سلامات سماعيل حمادي حكم المباراة يضمئن على سلامة سماعيل حمادي صراحة فيه دخول قوي ومتهور في اللعبة الماضية من حميد عباس سلامات إن شاء الله سماعيل حمادي ويقوم السلامة حكم المباراة أشر إلى وجود خطأ لمصلحة فريق النادي الأهلي كوزمن حتى الآن لم يجري أي تغييرات ولا تبديلات دكت الأهلي تحرك الجماهير شوف هذه اللغة وشوف هذه اللعبة وشوف كرة وحيد فرص الأهلي وهذه كرة أحمد خليل في نفس توقيت هذه المباراة الشارج في نفس توقيت هذه المباراة الشارجة فايز على بنياس أربعة واحد بنياس وين رايح وين رايح عنده نقطة واحدة من ثمن جولات وهذه الجولة التاسعة كل فريق يعد الوضع على حساب بنياس كل نتيجة ثقيلة في هذا الموسم مرتبطة بنياس وين رايح بنياس الموسم الوضع حقير جدا مرعب حقيقة بنياس يقترب من مسألة الهبوط لا تقول لي بدري ولسه في بدالة الموسم أنت تتكلم عن تسع جولات وتتكلم عن ما في مؤشرات ولا في أي أمور تؤشر بأن الفريق ممكن يوقف وضع صعب حقيقة لا يستحق جمهور بنياس جمهور هذا الفريق اللي كان سعيد جدا جدا بعودته في السنوات الماضية منافسة متواجدة لكن نبقى في المباراة الآن نبقى حيث التنافس حيث الصدارة حيث الامبراطور حيث الفرسار حيث قمة البركان الكورنان بينيان أتصل حبيب أرسلها لكنها مغضوعة فابيو ليما تظهروا في اليوم الكبير يريدونك اليوم في الدربي يريدونك غدا في الكلاسيكو أمام العين الأمر والكلام ينطبق على كايوم ماجد حسن عادت هنا فابيو ليما فابيو بيرسلك رأي لحميد عباس حميد عباس ينصى الملعب حمد صافر وخطى صافر وخطى نقترب من آخر ربع ساعة مباراة تسير إلى النتيجة السلبية حسافة حقيقة مباراة بهكذا أجواب بهكذا حضور بهكذا صوت بهكذا تشجيع بهكذا تواجد تسير بالنتيجة السلبية حسافة حقيقة الكرة بتتحول بعدين ازعل من الجمهور إذا ما حضر ازعل من الملعب إذا ما كان ممتلأ هذا ليما يحرق مدرج الأهلي مدرج الفرسان فقط بتحركه من دكة البدلاء الزيب ليما يستعد للمشاركة لكي يكون تغييرا لكوزمن كوزمن يريد مغامرة هجومية في آخر ربع ساعة كرة من كايو ليما كايو في الجات اليمنى يحاول بالحل الفردي مراقب متابع الكرة بتصل صافر وخطى يشير إليها مساعد الحكم في اللاخطة الماضية احتجاج على خميس خيروز شوف الحمادي اسمع الصوت وانت تعرف من اللي راح يشارك اللي يضيع الفرس حبيب الفردان سيخرج ويترك مكانه لصاعد الفرس نشاهد وانو تابع في الوقت الأخير في ربع الساعة فيما تبقى على الوقت لأصل لشوط المباراة الثاني حبيب الفردان يترك مكانه وحيد اسماعيل يتلقى توجيهات من قبل المدرب الارجنطيني رودولفو لما يشارك لأ في الوقت الذي يريد فيه المدرب الروماني كوزمن يعني يعيد الأهلي مرة أخرى للحسابات كرة ثابتة الآن من دسعة التنفيذ قوية لكنها بعيدة تفتقد إلى التركيز الكرة بالضيئة ماذا يريد الوصل من هذه الغتمة لم يهاجم بهتومه المعتاد لم يكن مرعبا كما كان في الأسابيع الماضية كان يدافع يعتمد على كرات مرتدة لكنها ضعيفة جدا لم يهدد ماجد تهديد حقيقي الكرة بتتحول والكرة بتصل بالتجاه حارس المرمى ماجد نص إذا تتكلم عن توتل الفرص لا فرص الأهلي أخطر كثيرة مبكثيرة شيء آخر لكن فرص الأهلي حقيقي الكرة بتتحول إلى جديد ياسر سالم بيلعب لك كرة بالتجاه فابيوليمام فابيوليمام الكرة لا في أمره حاضر الآن فابيوليمام خطير يتقدم هذه كراتها هذه لعباتها هذا وقفة الله عليك الله عليك الله عليك يا ربا مستحيلة يا إمبراطور لما يتحرك ليمام أشياء كثيرة في الملعب تتحرك لاعبون حراس مهاجمون مدافعون مدرد جاقف الشباك فقط هي الوحيدة التي لم تتحرك بعد يا مندس ماذا تريد كنا نتكلم عن فرص الأهل الخطيرة فإذا بليما يقول هذه لك هذه لك يا ليما لما تتحرك كيف شكل الوصل يتغير الله على الحل الفردي مندس قد يندم عليها الجمهور الوصل الكرة من ليما بيلعب لكورينا الحمادي حاول فيها الحمادي لك الكرة بطول تتحاول إلى راني اقترس أوه على لقطة تحبس الأنفاف لو كانت لكايولة كانت في المرمى لو كانت لكايولة كانت في المرمى والعلم عند الله لكن فرصة بوضيح اسمه عزمه عزمه الآن الجمهور في تفاعل كبير جداً في الدقائق الأخيرة بقى ربع ساعة وأقل حميد عباس يرتقي كنا بتصل إلى وليد عباس وليد عباس بيلعب لكتورة إلى صنقور وصلنا إلى الدقائق الأخيرة الله على التمرير الله على الهروب الله على الوقوف الله على التغذية في الوقت المناسب ياسر حضر في الوقت المناسب كنا بتعود الآن ماجد قاطع الطريق ماجد يبعدها كنا بتصل في شئة اليومنا هاتو خذيح سلام هيكل يا سلام عرصي يا سلام وحيد اسماعيل تعظيم سلام يبعد الكرة تعود الآن من جديد جنون وهذا الدربي في الدقائق الأخيرة من يخطفها في الوقت الأخير من يفعلها من ينجح من يستطيع الكرة بتصل الآن في مكان إلى خميس خميس اسماعيل بيغير تجاه اللعب كنا بتتعاون الآن جمهور الأهلي بالصوت يرتفع يوازري يشجع ينتظر بعد دخولي معه اسماعيل حمادي الكرة أقرب إلى وحيد بمبدأ السلامة إلى رمية تمر باقي 12 دقيقة وبصراحة في الـ 12 دقيقة كل شيء ممكن والآن في تغيير وصلاوي مندز اللي يضيع الفرصة يترك مكانه إلى اللعب رقم 9 اللعب باربوسا المدربين طلعوا اللي يضيعوا الفرص حبيب هنا ومندز هناك باربوسا يشارك لان كتغيير آخر شوف اللعبة الكرة أمامك هذه الضيئ هذه الضيئ فرصة صدارة وابتعاد فرصة ثلاث نقاط غالية جدا هذه الكرات لا تتكرروا كثيرا في الديربي باربوسا يشارك الآن وكأن المدرب يعاقب على ضياع هذه الكرة الآن كنون على تنفيذ رمية تماس امسح واربح عالية وطويلة لكن دفاع الوصل عادت من باربوسا خطأ في اللغة الماضية لمصلحة كايو خطأ لمصلحة كايو ما زلنا ننتظر ما زلنا نترقب ما زل المشهد حتى الآن غير مكتمل رودولفون هذا المدرب الذي قدم الكثير للوصل وقدم الكثير في دورينا التعادل سيجعله يحافظ على الصدارة برسيد 22 نقطة وبالتأكيد سينتظر مباراة الجزيرة أيضا في هذه الجولة لأن الجزيرة عند 17 نقطة أيا كانت النتيجة ستبقى هذه الجولة صدارة وصلوية حتى لو خسر الوصل إلى أن نشاهد بعد ذلك في الأسابيع المقبلة تحديد مواعيد مؤجلات الدوري ثلاث مؤجلات للعين مؤجلة للأهلي مؤجلة للجزيرة الكرعب تتحول بالتجاه حارس المرمو مرات تحسبها ألعب مع حامل اللقب ألعب مع مرشح أول أحاول أفوز لكن المهم ما أخسر التعادل ما يكون سيء وبالتالي هي حزبة الآن مدربين لا يوجد مغامرة حجومية ولو أنه كوزمن الآن ليما من بعيده حاول الكرعب تتحول من جديد في نص الملحب المغامرة في الدقائق الأخيرة احترام كبير من جانب المدرب المدربين للطرف الآخر حرص خوف من الخسارة كان واضح كرعب تتحول من جديد ماجد حسن وأحمد عباس يا سلام يا ماجد خروج من الموقف أرسال كرلال إلى الصنغور بيلعب لكرام خميس اسماعي إفرتون روبيرو روبيرو هل تكون مباراة الهدف الواحد هل كرام تصل الآن من روبيرو إلى الصنغور صنغور بغير الاتجاه حمادي رح يعدي رح يعدي يصوب قوية تصدم وحاول الآن روبيرو هل كرام تصل إلى حرص المرمى راشد علي تصل إلى راشد علي عاشر دقائق فيها ما فيها من الانتظار من الرغبة من الفرص من اللقطات والله الفوز على المشهد اللي هو شاهده على الوضعية يساوي ما هو أكثر من ثلاث نقاط خليك من جدول الترتيب وخليك من النقاط الفوز بمثل هذه الأجواء هذه الأوضاع هذه الحسابات أنت تكسب نقاط وتبعد منافس كرام تتحول الآن في مكان ماجد حسن وليد عباس الوصل يدافع وكأن رودولفو يقول أريد أن أفوس لكن التعادل لن يكون السيئ لن يكون السيئ المهم أن نحافظ على الصدارة الكرة بتتحول الآن في الجنة اليمنى في مكان إلى روبيرو هجوم للأهلي روبيرو إلى صنقور غير الاتجاه وحيد يقطع الطريق ياسر يبدأ الطريق والآن بربوسة تغيير بشكل ممتاز الكرة الآن من بربوسة هتوخذ يحاول فيها بربوسة البديل بربوسة البديل وقف سيطر ينتظر الآن الكرة والمساندة تصل لا تصل تصل في نص الملعب ليد عباس بيلعبنا كرة إلى الخلف في الجاة اليسرم في التمريرم كرة بتصل الآن عالية وعممية رأسية يا ربا كايو يظهر في مثل هذه المناسبات ضاعة الكرة ضاعة الكرة مباراة الفريقين المليئة بالأهداف عبر التاريخ مباراة أهداف فهد خميس العشرة وظهر بخيط التسعة وفرهاد مجيد السبعة أهداف قرافة السبعة خمينيز السبعة فيصل خليل السبعة يوسف عتيش الستة مهدي علي الحافرة في المباراة الستة حتى الآن تنتهي السلبية يا حسافة يا حسافة مباراة الخمسة صفر أو الخمسة واحد للأهلي هاتريك خمينيز وثنائية قرافة مباراة الستة اثنين للأهلي هاتريك خمينيز وهدف لقرافة ويوسف للحمادي مباراة رباعية الوصل النظيفة كايو وليمة وكاظم تنتهي السلبية يا حسافة مباراة ملعب ما فيه مكان فاضي تنتهي السلبية يلا عبي الفريقين عندكم سبع دقائق في دربي السبع دوري الكرة بتتحول الآن في الجهة اليسر عبدالله الصالح بيلعبنا كرة في الصفر وخطأ صفر وخطأ هذا يفرتون روبيرو عبدالله الصالح والخطأ على روبيرو تنفذ الكرة والكرة لمصلحة ياسر سالم تعود الكرة الآن حميد عباس ياسر سالم بيلعب للكرة في الجهة اليمنى سهل الكرة بتصل إلى الكوري كونون بشتتها إسماعيل حمادي بيحافظ عليها خميس عالي أمامية خليل يا سلام بينزلها انطلاقة من صنقور الآن ولكن وحيد في الموعد وحيد إسماعيل يكسب خطأ لمصلحة فريق الوصل اختار وحده من الزنتين وارحمني استعجل الوصل ولا استعجل الفرقة هكذا يقول الشاعر وهكذا يردد جمهور الوصل الأهلي حتى الآن يتعادل هنا في الوصل التعادل ليست نتيجة جيدة بالنسبة لكوزمان بكل تأكيد تعسر أمام الشباب بالتعادل أمام الضفرة بالتعادل خسر أمام الجزيرة الوصل بالنسبة له النقطة نقم 22 الحفاظ على الصدارة تجاوز بالتأكيد فريق مهم جدا حتى ونثات المباراة بالتعادل لا يمكن في بطولة الدول الفوز في كل المباريات وبالتالي يهم الوصل أن يظلوا محافظين على الصدارة قبل الموقع المنتظرة المقبلة مع العين في الكلاسيكو المقبل خليل روبيرو وقف عليها روبيرو بمشيه بيلعب لكرة في مكان ما أجب إلى إفيرتو روبيرو روبيرو بيرسل لكرة في مكان سليم كرة بتعود لهم في الجهة لمنهم في محاولهم روبيرو الله عليك الله عليك عرضية بعد ذلك الكرة بتعود للحمادي حمادي هل تخفئوا الشيء يحاول المرور حميد عباس يا السلام على التغذية يا السلام على الروح الوصل يدافع بشكل رائع ينجح حتى اللحظات الأخيرة حتى الدقائق الأخيرة في الخروج بالشباك النظيفة حتى اللحظة ينجح حتى → وتخفئنا يعرب rang مشاهدين متابعينا في كل مكان نقترب من الدقائق الأخيرة ، لهذه المبراطة الوصل ولاه psilon لنتهت المبراط بهذه النتيجة رح يكون هذا التعادل رقم 21 في تاريخ لقاءة الفريقين الكرة عالية عمامية تعود الكرة من ليما ليما بيرسلها كرة تعود من جديد نشك بأن ليما في هذا الموسم أقل من ليما الموسم الماضي هذا واضح الكرة بتتعامل بترجع فابيو ليما فابيو ليما ظهر في كرة واحدة أبين ليما كرة واحدة في شوطة تاني أبين فيها الوصل تخيل لو كان ليما في أكثر من ظهور وفي أكثر من حالة ياسر سالم ياسر سالم على تنفيذ رمية التماس بيلعب لكرة في الجاتل يومنا بيرسل لكرة في مكان كاية ومرور مبتاز ياسر عرضية وعالية ماجد ناصر على مرتين يفقدها يلعب لكرة يا الله كرة بتبقف كل الجماهية في الملعب واصلاوية وأهلاوية ماجد ناصر يسقط في اللقطة الماضية حدث بيضيع من أمام بربوسر شف اللقطة شف الكرة العالية حاول فيها البديل بربوسر لكن الكرة في اللقطة الماضية بعدها بعد ذلك المدافع ماجد حسن يلسل لكرة وجهة نظر التعادل ليس نتيجة سيئة للفريقين لكن إيجابي للوصل أكثر من الأهلي حافظ على فريق النقاط فيما بينهم يستمر ويحافظ بالتأكيد على فريق على صدارة الوصل الكرة العالية وأمامية والآن يحاولون عن طريق كايو عن طريق كايو عن طريق كايو يا ربا ذربي الفرص الضائعة ذربي الكرات التي لا تهدرها والأهداف التي لا تضيع ماذا أهدرت يا كايو بعد منز هذه تضيع مجهود فردي كرة فيها الطلافة فيها السرعة في النقطة الماضية لا أنسى حملة شرطة دبي لا تدع السرعة تجعل منك قاتلاً لا تدع السرعة تجعل منك قاتلاً حملة بالتأكيد لشرطة دبي في النقطة الماضية سرعة كايو كان ممكن يسجل من خلالها هدف قاتل في هذا الدربي هدف صداراً مطلقاً هدف نقاط كاملاً ضاعت يا كايو ضاعت يا كايو الكرة بتتحول إلى خارج الملعب رمية تماث رمية تماث كرة بتتحول إلى في مكان في الجهة اليسرى في أتمريراً عادت الكرة في مكان سليم وصلت إلى عبدالعزيز هيكل هيكل بيرسلة كرة عالية وأمامية ليما لمست بينزلها ربيرو خطفه ربيرو روح لا 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 ما يروح في خطأ في خطأ في اللغة الماضية على حمد أقمد وفي كرت أصفر أو عبد الرحمن علي عبد الرحمن علي كرت أصفر في اللغة الماضية يعطف إذفرت ربيرو وخطى لمصحة فريق إثارة استمرت حتى النهاية لأن المباراة كانت قابلة لكل شيء حتى اللحظات الأخيرة نشاهد ونتابع الكرة ثابتة في الوقت بدل الضايع الوقت الأصلي ينتهي ونحن في الوقت بدل الضايع لصفرة عادل النقبي كرة بتجايفر تورو بيروم بيلعب لكرة عالية وأمامية رأسية بتبعد لكنها تعود عن طريق المدين اللي يشارك نام في الشوت الثاني وليد عمبر وليد يحاول فيها وليد سيطر عليها وليد الكرة معه مراقب متابع يكسب بذكاء ضربة ركنية ضربة ركنية نشوف كم الوقت بدل الضايع اللي احتسب الآن هذا وليد عمبر البديل اللاحب الشاب الصغير ضربة ركنية لمصلحة النادل في وقت لا تعويض في وقت بدل الضايع في النحظات المهمة والحاسمة من هذا الدير بيرو بيرو لكن الكرة تبعد عن طريق المدافع حمد محمد يبعد الكرة ثلاث دقائق لوقت بدل الضايع مرة دقيقة وباقي دقيقتين درب الفرص الضايع أهدر حبيب الفردان فرصا بالنسبة للأهلي وأهدر أحمد خليل وأهدر فرجات المقابلة مندز وأهدر كايو فرصا عيضا لا تهدر من قبل الوصل درب الفرص الضايع حتى الآن حتى الضربات ركنية متقاربين أربعة مقابل ثلاثة مدرجات ممتلئة كانوا متشابهين إلى حد كبير جدا الآن سقور عبدالله الصالح في أرضية الملعب حكم المباراة يقول لأقوم يوقف الضربة ركنية اجتباك أيضا مع اللعب كونون نلعب في الوقت الأخير نلعب في اللحظات الأخيرة وعلى القائم القريب أيضا ركنية الركنية الثالثة الآن حتى اللعب نفسه حمد محمد تخصص أبعاد ركنية حمد محمد الآن يبعد الكرة عن طريق إيفيرتو روبيرو نقدر نقول الأخيرة اللي باقي دقيقة نقدر نقول الأخيرة كرة من روبيرو الكرة العرضية تسقط تعود الكرة من جديد بنت جاسة قور بلعبة كرة عرضية أقوى من اللازم وصلت إلى راشد علي راشد علي تحول هذه الأخيرة الآن هذه الأخيرة الآن كايو يكتب رمي التماس رمي التماس في اللقطة الماضية ماجد أوقف الكرة المرتدة في بدايتها في بدايتها 0-0 0-0 نتيجة لا تليق بالتأكيد بهذا المدرج وهذا الخضور الجماهيري لكن صدارة الوصل مستمرة في الجولة التاسعة في التعادل أمام الأهلية أمام حامل اللقب المتصدر أمام حامل اللقب بشباكة نظيفة كرة بتتحول الآن من جديد في نص الملعب فيها تمريرة بتجاه كولون آخر الكرات آخر المحاولات آخر اللقطات الكرة بتتهيئ بتجاه روبيرو روبيرو إلى خميس إسماعيل خميس بيرس لكرة في الجاتل المنم في مكان الآن صفرت عادل النقبي تلهي هذا الدربي بالتعادل العادل في وجهة نظري بعد فرص الوصل الأخيرة التي ضاعت على طريق منزز وعن طريق كايو وقبل ذلك فرص الأهلي إذا للمشاهدين متابعين حضرت كل شيء في هذا الدربي إلا الأهداف كل شيء فرص متعة جمهور تواجد تفاعل تشجيع ولكن لم تحضر الأهداف لم تحضر الشباك التي تتحرك تعادل سلبي يبقى الوصل على صدارته لجولة أخرى برسيد 22 نقطة بانتظار بقية مباراة الجولة وبانتظار المؤجلات وتحديد مواعيدها مشاهدين متابعين في كل مكان الأهلي بنقطة تصل به إلى نقطة رقم 15 أتمنى بأن تكونوا قد استمسعتم على الأقل بالأجواء في ظل غياب الأهداف على أمل بأن نلتقي في دربيا كلاسيكيا قم أخرى جماهيري